مسألة قوي انك تاخد ثقة جماهيري للنادي الاهلي ولا سألة جدا انك تكسب حب جماهيري للنادي الاهلي انت بتكسب ثقة الجمهور وبتكسب حب الجمهور وبتكسب ثقة زملائك وسقة الجمهور للنادي الاهلي وسقة اللاعبين والجاز الفني مروان عطية واحد من نجوم المباراة ونجوم النادي الاهلي في الفترة الاخيرة مروان ببارك لك على اول بطولة في تاريخك مع النادي الاهلي بطولة تعني الكتير لمروان عطية وتكليل كتير جداً لمروان خلال الفترة اللي فاتت مع النادي الأهل بسم الله الحمد لله طبعاً كانت بطولة مهمة جداً وجدت في وقتها الحمد لله طبعاً فرحة لتوصف أول بطولة لها مع النادي الأهلي وطبعاً مش هتبقى أول بطولة لآخر بطولة فيه بطولات جاية كتير بإذن الله وإداننا الحمد لله نفرح الجمهور واللعابة كلها كانت على الأرض برجل واحد والحمد لله وجاز الفني واللعابة اللي قد بركت بسندنا أكتر من اللي كان بيلعب كانوا خايفين علينا وكلنا كنا خايفين على الماتش وكنا عايزين فرح الجمهور والحمد لله ده لنا نروح وإحنا نفرحين الجمهور الحمد لله عايز أقول لك إيه الثقة دي؟ الروآن ده أكتر لعيب في الملعب لما سكور أكتر لعيب عمل استخلاص في الملعب أكتر لعيب بنا كتير من الهجمات تقد مروان واحد من أهم مكاسب النادي الأهلي خلال السنوات الماضية والله الحمد لله كل ده الحمد وشكره من عند ربنا ومن عند ربنا ده شغل وتعب واكتهاد في شغلك وإخلاصك في شغلك والحمد لله يعني بشكر الجمهور وبشكر ثقة الجزء الفني وبشكر ثقة اللعيب فيها والحمد لله إن شاء الله لسه فيه لسه فيه أكتر وأكتر بإذن الله نشكر نادي الاتحاد السكنداري اللي تخرج منه واحد من اللعابين زي مران عطية تقد أنت فخر لنا كلنا وفخر لكل جمهور النادي الأهلي طبعا أنا بشكر طبعا من خلالك برضو بيت اللي أنا اتربيت فيه وبشكر المجلس الأدارة وبشكر الجزء الفني اللي هو خلاني أمشي وبشكر الجمهير وبشكر فرقة صحاب اللي أنا من غيرهم ما كنتش هبقى لعيب كبير كده ولا أجي النادي الأهلي فالحمد لله بشكرهم جدا من خلالك وبقول لهم ألف شكر لكم نور النادي الأهلي عامل ملحمة ومروان عطية خلاص إذا ما بقولك الجمهير بتنادي على مروان شايف الحب ده إزاي مروان؟ الحمد لله الحب ده من عند ربنا الحمد لله يعني وبإخلاصك وتعبك في الملعب الناس يعني بتحكم عليك وبتكرر إنك كنت كويس أو ما كنتش كويس فالحمد لله يعني لسه في كتير يعني إن شاء الله عايز أولك مروان والدتك اللي أرحمة كانت راضي عنك ودعيت لك وأعتقد أنت بتيجني كتير جدا من دعواتها ليك الحمد لله طبعا وأنا أكيد عمري منسيتها طبعا في كل دعا وبرضا عندي والدتي التانية طبعا ربنا خليها لي يعني ما سابتنيش ولا لحظة ومن الصغراء معايا فالحمد لله يعني وبقى دي الفوس ده الإخواتي والولدي والخطبتي والكل أصحاب كله اشتركوا في القناة